اشتركوا في القناة او معركة تنافسية بشكل صريح وشكل واقعي بينها وبين شركة سامسونج لتغلب على مبيعات شركة سامسونج هذه الشركة اعلنته بشكل رسمي يوم عشرين بهذا الشهر سوف تعلن عن جهازه جديد مي تسعة واليوم سربت له صور وسربت له فيديو وطبعا اغلب مواصفاته صارت موجودة بكل مواقع التواصل الاجتماعي ما بقي للا ثلاث ايام وتعلن عنه بشكل رسمي بنفس اليوم اللي تعلن عنه شركة سامسونج عن جهازه اس عشر واس عشر بلاس لكن هنا رح تفاجأ جميع بالمواصفات القوية مع السعر الرخيص كعادة شركة شاومي ومع ان المدير التنفيذي لشركة شاومي سربنا الجهاز صور الجهاز الرسمية التي تبين انه تدرج الموجود في ظهر الجهاز باللون الاسرق كذلك الثلاث كاميرات الموجودة في خلف الجهاز وبعض التفاصيل التي تم تسريبه عن هذا الجهاز بالنسبة للشاشة والمعالج والذاكرة العشوائية يأتي هذا الجهاز بشاشة مقاس 6.4 FHD Plus من نوع اوموليد طبعا وهذه الشاشة محمية بطبقة حماية غوريلا جلاس 6 مع معالج سناب دراغون 855 طبعا احدث معالج من شركة كوالكوم مع ذاكرات عشوائية مختلفة اللي هي 8 جاقة و 6 جاقة واكو نسخ موجودة بها 10 جاقة مع ذاكرات التخزين ال 128 وال 126 طبعا والكاميرات التي سوف تأتي بهذا الجهاز سوف يأتي بكاميرا عمامية بدقة 24 ميجابيكسل وهذه الكاميرا تكون مستشعر من سوني اما الكاميرات الخلفية فتكون ثلاث كاميرات الاولى تكون 48 ميجابيكسل والثانية تكون بدقة 16 ميجابيكسل اما الثالثة فتكون ثلاثية الابعاد وهذه تساعد الكاميرا في التقاط الصور بوضوحها خاصة في الظلام هذه الكاميرا تكون ثلاثية الابعاد ال 3D ممكن هذا شيء جديد رح يضيفونه للكاميرات او تستخدمه اكثر الشركات في كاميراتها المستقبلية مع بصمة موجودة داخل الشاشة ويأتي هذا الجهاز بظهر من الزجاج بمحميه بطبقة غوريلا جلاس 6 مع بطارية 3500 ميلي امبير التي تدعم الشاحن السريع بقدرة الـ 38 واط سوف يكون باسعار مختلفة هي الـ 415 دولار بالنسبة للنسخة الـ 6 جيجا مع الـ 128 590 دولار لنسخة الـ 8 جيجا مع ذاكرة التخزين 256 هذه الشركة لم تكتفي بهذا الجهاز وحسب التسريبات سوف تعلن جهاز يكون مواصفاته اقوى من هذا الجهاز بنفس الوقت هذا الجهاز يأتي بأربعة كاميرات من الخلف والنوتش يكون كبير بالجهة الامامية الذي يحتوي على ميزة الفيس اي دي نفس ما موجود بـ 108 برو اما الكاميرتين الخلفية اللي تكون مضافة تكون بدقة الـ 12 ميجا بيكسل التي تدعم التركيز التلقائي اما البطارية بهذا الجهاز اللي يكون محسن لكن بطاريتها جدا قليلة تكون بـ 3150 ميلي امبير وتدعم الشحن السريع بقدرة الـ 38 واط اما اسعار هذا الجهاز سوف تكون بنسختين راح يكون 8 جاقة مع 128 او 10 جاقة مع الـ 256 الـ 8 جاقة مع الـ 128 راح تكون بسعر الـ 560 دولار اما نسخة الـ 10 جاقة مع الـ 256 سوف تكون بسعر 590 دولار هذه الاسعار تكون نصف اسعار Galaxy S10 Plus حسب التسريبات الموجودة اللي تلاحظون انه شركة شاومي جاي تركز على قلة الاسعار سعر قليل مع مواصفات قوية وجهاز فلاكشيب ممكن ان ينافس كثير من الشركات يعني هذه المواصفات اذا اعلنت بشكل رسمي مع الـ S10 Plus انا اتوقع كل الانظار راح تكون الشركة شاومي لان راح تنطيك مواصفات جدا ممتازة معالج احدث معالج وذاكرة عشوائية قوية بسعر يكون نصف سعر الـ S10 Plus اكيد كثير من المستخدمين راح يلتجه لشاومي المي تسعة اذا توفر عندنا بشكل رسمي برو معالمين بنهاية الفيديو اذا اعجبك الفيديو اضغط لايك اذا ما مشترك بالقناة اشترك بالقناة وياكم مرتضى جليحاوي وفي امان الله